حسب ما نشر في الجريدة الرسمية شروط التملك الأراضي والعقارات المبنية بسيناء شرط التملك أن يكون من حامل الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس ملهب الكامل لمصريين ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد تملك يبرم على خلاف ذلك وأشار القرار إلى أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها في القانون وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القرار بقانون بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة وبخصوص المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية أوضح القانون أنه لا يجوز تملكها وفقا للقرار الجمهوري رقم كذا بشأن المناطق الاستراتيجية مش هنتكلم في المناطق الاستراتيجية في جزء هنا تاني بيقولك أنه يجوز بعد موافقة المخابرات والأمن العام والشرطة الموافقة على أن مزدوج الجنسية يتملك يبني يبقى متملك المنشأ المنشأ وليه حق انتفاع بالأرض مش عارف 33 سنة ولا حاجة كده هو السؤال هو أنا مع الاستثمار ولا ضد الاستثمار هذا القرار الجمهوري يفيد الاستثمار ولا يدور الاستثمار وهقولك أنا بقول كده لي واحد مصري كان عايش برة من عشرين سنة ورجع بالفعل بقاله عشرين سنة ومعاه فلوس وجه بنى اشترى أرض بالقانون في شرم الشيخ في نبل في ده وبنى عليها فندق اتكلف مليار جنيه القانون كان بيسمح هذا الرجل اللي جيه كان معا جنسية لانه عايش برة فرنساوي انجليزية والدولة موافقه له فمعا جنسيتين بس هو اختار مصر ان يعيش فيها هو أنا عايز اجيب المصريين اللي برة يستثمروا ولا اقول له لا ما انت عشان معا جنسية تانية طيب ما احنا جاي بنعاين محافظين معاهم جنسية تانية ما انت بممكن تجيب وزير معا جنسية تانية هو ده خين وده مش خين هو هو أنا بطمن المصريين اللي في الخارج وبقول لهم ارجعوا بلكوا واستثمروا ولا بقول لهم انت تتعامل معاملة الاجانب طب الراجل ده اللي حيجي استثمر حيبيع لمين انت دلوقتي لو هو حاب يبيع طب هو كان معاه شركاء عرب مثلا او اجانب ودخلوا رسم البلد يخرجوا ازاي هو انت عارف تخرج دولار اصلا طب حيبيع لمين ما انت ممنوع تبيع للاجانب حتى الشركة يجب تكون مصرية طب الشركات مش مصرية تلت اربع الشركات شركات مساهمة انا مش فاهم القانون انا فاهم ان ده يحصل في جزء في شمال سيناء ماشي طب جنوب سيناء جنوب سيناء على حدود السعودية طب انا رافض العرب يجوا هتملكوا دبي اللي كانت قفلة لما الشيخ زايد قالوله ما بلاش حكاية تملك الارض دي يقال لهم اه طب كويس عشان اطلع قانون يمنع خروج حد من المطار بالارض هو هيعمل ايه بالارض حد يقدر يخرج بارضنا انا اقدر اخد ضوابتي والمناطق الاستراتيجية زي ما انا عايز ايه اللي يوصلني لناس وادعوهم مستقر الان هتعمل معهم ايه هل يطبق القانون بأسهر راجعي ما قالش طب ينفى حد قديم طب مش بأسهر راجعي ماشي معين انا عارف انه ممكن يطبق بأسهر راجعي طب الراجل ده عنده ولاد ومات ولاده ماينفعش يورسه معهم جنسية تانية ماينفعش يعملوا حاجة ماينفعش يبيعوا لعرق لا ده ضد الاستثمار يا جماعة انا مؤمن بقضية الامن القومي وعارف ان اخواتنا الكبار في الاجهزة الحساسة عارفين الخطورة بس ايه الفرق بين الغردقة وبين جنوب سيناء ايه الفرق بين الغردقة وبين اي حتة تانية معادة شمال سيناء اللي فيها معارك وفاء ارهاب وما فيهاش استثمار يريد انت بقى فيها استثمار ليه بتاع الغردقة يبقى عنده المزاو ما يطبقش عليه وبتاع جنوب سيناء بتحصل له ازمة بتاع نبق ودهب بتحصل له ازمة ولا يعرف يبيه ولا يعرف يتصرف ومعها عرب مش عارف يعمل لهم ايه كيف يمكن ان احنا وانحنا بنفكر في سياحة وبنقول لمستثمر تعالى اقول المستثمر اللي عندي اطفش شوف لك حل فيها ما هو مش هيستثمر ولا ملين بعد كده ما هي خربانة خربانة والسياحة كارثة في مصر دلوقت عندنا مصيبة في السياحة حد فيتكلم عن سياحة خالص حدش اخذ باله ان عندنا ازمة في هذا المجال خراب بيوت الناس بتصوت بنتكلم في كل حاجة للسياحة وانا ان شاء الله الاسبوع المقبل حعمل حلقة كاملة عن السياحة لازم تسمعوا بتاع السياحة بيتكلموا ازاي فازاي يجي في وقت زي ده ويطلع قرار جمهور زي ده هو تعديل لقرار جمهوري ظهر في عهد الاخوان وكان قرار غريب كان قانون غريب التعديل اللي تم فيه حتى غير كافي وما يحققش اي حاجة نفسي سيادة الرئيس وهو بيسمع كويس قوي يجيب المستثمرين بتاع سينا ويسمعوا يشوف كل واحد فيهم دفع كام وايام الصورة قعدوا قدي ايه وما مشوش الناس اللي عندهم وكانوا بدهم رواتب وحالتهم ايه دلوقتي والقرار ده ممكن انا عكس عليهم ازاي حدد واحدة من اتنين المصري مصري معاه جنسية تانية ما معاهوش جنسية تانية يقدر يدي البلد طب حباه وجالك بفلوسه المستثمر العربي اخواتنا المأمونين اللي عندي تحرياتهم وعندي امانهم ليه عقدة عليهم ما انا عايزة عمر في سينا طول ما نحطت الشروط دي في حد حاجة يحط المليارات على ارض بتقوله مش هتتملكها وعندك حق انتفاع مش عارف 30 سنة تباسيب فلوس المين بعد كده احنا لازم اذا كان عنا على الاستثمار نراجع هذه الاشياء الا اذا كان هناك شيء يغيب عني فساشكر السادة المسؤولين اذا افصحوا او شرحوا لي ما لم افهم اشتركوا في القناة